بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء السابع والأخير من الدرس الرابع في الوحدة الثانية معنا نظام خطي نريد حله بطريقة كريمر وقد كمنا بحل هذا النظام من قبل باستخدام طريقة معكوس المصفوفة وجئنا بمعكوس المصفوفة في هذه الحالة باستخدام المحددات الآن نقطب هذا النظام الخطي في شكل مصفوفات في البداية X Y Z وهنا المصفوفة B 4 0 1 وهنا المعاملات 2 1 0 سالب 2 0 سالب 1 3 سالب 1 1 وهي على الصورة A X تساوي B في البداية نكون بحساب أربع محددات محدد مصفوفة المعاملات ثم المحدد A 1 وكذلك A 2 وأخيرا A 3 فإذا انتهينا من حساب تلك المحددات نعوض في الصيغة X تساوي قيمة المحدد A 1 على المحدد A Y تساوي قيمة المحدد A 2 على المحدد A زد قيمة المحدد A3 على المحدد A في البداية محدد مصفوفة المعاملات حصلنا عليه من قبل في التمرين السابق وكانت قيمته سالب 3 الآن مع المحددات A1 و A2 و A3 في البداية كيف ننشوها نستبدل في العمود الأول الآن العمود المعبر عن B 4 صفر سالب 1 بالنسبة ل A2 في العمود الثاني 4 صفر سالب 1 و A3 في العمود الثالث 4 صفر سالب 1 ثم نستكمل باقي عناصر تلك المحددات من مصفوفة الوحدة كالتالي 1 صفر صفر سالب 1 صفر 1 1 وهنا 2 سالب 2 3 صفر سالب 1 1 وهنا 2 سالب 2 3 صفر سالب 1 الآن نقوم بفك هذه المحددات بالشبكة أو بأي طريقة كانت أنا سوف أستخدم نفكوك المعاملات سأخذ في هذا المحدد هذا العنصر لأن الصف الثاني فيه صفريني وهذا العنصر فقط هذا العنصر إشارته سالبة سالب سالب 1 في المحدد الصغير 4 1 سالب 1 سالب 1 سالب في سالب موجب سالب 4 موجب 1 يساوي سالب 3 المحدد الثاني سأقوم بفكه عن طريق العمود الثالث سالب 1 هذا إشارته سالبة يتبقى عندنا 2 4 3 سالب 1 الواحد هذا إشارته موجبة 2 4 سالب 2 0 سالب في سالب موجب 2 في سالب 1 بسالب 2 سالب 12 سالب 14 2 في صفر بصفر موجب 8 فيكون الفرق سالب 6 ومع المحدد الأخير سوف أقوم باستخدام هذا العنصر لأن الصف الثاني فيه هذا العنصر فقط والباقي أصفار إشارة هذا العنصر هي سالبة سالب سالب 2 يتبقى عندي المحدد الصغير 1 4 سالب 1 سالب 1 سالب سالب موجب 2 هنا سالب 1 موجب 4 أي موجب 3 يساوي 6 الآن نعوض في هذه الصغة لحساب المتغير X نقسم سالب 3 على سالب 3 فيكون الحل 1 المتغير Y نقسم سالب 6 على سالب 3 فيكون الحل 2 المتغير Z نقسم 6 على سالب 3 فيكون الحل سالب 2 وهو نفس الحل الذي حصلنا عليه آنفاً نقسم الأنفاً حساب المتغير شكرا